موسيقى أخبر الحادية عشر مشاهدين في كل مكان مرحبا بكم وفي المستهل تدخل اليوم حيزة التنفيذ الترثبات الإضافية التي أقرتها السلطات العمومية لتسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 ومن بينها تطبيق الحجر الجزئي المنزلي بدءا من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخمسة من صباح اليوم المولي على مستوى 34 ولاية ومن المنتظر كذلك رفع إجراء تعليق خدمات النقل الجوية العمومية للركاب على الشبكة الداخلية وسيخص هذا الإجراء الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد القادم السادس ديسمبر الجاري جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد ومن جهة أخرى وكمرحلة أولى خمسون بالمئة من الرحلات التي تخدم شمال البلاد مع الاعتماد على التنفيذ والامتثى للصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة على مستوى المطارات وعلى متن الطائرات فيما ستفتح اليوم أيضا المساجد بشكل تدريجي ومرن ومراقب من قبل السلطات العمومية للمساجد ذات ساعة تزيد عن خمسمائة مصلي وذلك مع تقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا وخلال نزوله ضيفا في برنامج هذا الصباح سمير والي النطق الرسمي للنقابة الوطنية للصياد للجزائريين المعتمدين أكد أن مشكلة ندرة بعض الأدوية في السوق الجزائري تعود إلى الإغلاق الحاصل في العالم بسبب كوفيد 19 نتابع نعتدر عن الصوت نواصل أيضا في القطاع الصحي حيث استفادت وحدة الاستعجالات بالداموس ولاية تيبازا من وحدة صحية خاصة للمصابين بالكوفيد حيث خففت من الضغط الذي تشهده المستشفيات بالولاية حفصة جاني وحدة الاستعجالات الطبية الجراحية بالداموس غرب تيبازا تدعمت بمصلحة جديدة مجهزة بوسائل خاصة لتكفل الجيد بالمصابين بفيروس كورونا خاصة مع ارتفاع عدد حالات الإصابة كنا في مصلحة الاستعجالات نشوف كل شيء مع بعضه المشتبه فيه وغير المشتبه فيه وضحية الحادث المرور هكذا نظمنا طريقة عملنا استعجلت من جهة المشتبه في الكوفيد ومصلحة الكوفيد بجهة أخرى قمنا بفتح مصلحة الكورونا كوفيد ديزنف لاستقبال هذا المرضى لتقليل العناء للانتقال هذا الشريحة إلى المستشفيات المجاورة كالإمكانيات كالعطة الطب اللازم كالإمكانيات البشرية من طاقم طبي وشبه طبي شاب يعملوا 24 ساعة على 24 ساعة تهاول الكثير من المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية تعد من بين الأسباب الرئيسية لعودة انتشار الفيروس لا لا أقول لهم ما نخرج منهار اللي يخرج كورونا ما خرشت حتى نهار هذا كل وليد عني خلاصها ماتها حتى عندهم الجنازة نهار ذاك نهار ما خرشت لولقاء حصيت شوية بلافي بلاس لكور باطير اللي جار في يابر وصدري شوية مزيجر قالوا انت لازم لسبيتاليزاسيو تقدش تعرفي دخل خدمة ولجبناها مرة هذه ما تقدش تعرفي ندقوا ناقص الخطر وصلنا لمرحلة انه ما نزرعوش الآمول ولكن لازم نزرعو القناعات قناعة بوجود المرض قناعة بخطورة المرض لا أحد محسن ضد هذا الإصابة الإصابة تنجم تكون خطيرة عند واحد موسين بدرجة أكثر بغفر الواحد يكون انجون انجون مالد ولكن تقدر تكون درجة الخطورة عند مام دي سيجيجون وفي انتظار اعتماد اللقاح الذي ينهي انتشار الفيروس تبقى الوقاية خيرا من ألف علاجة وللحد من انتشار فيروس كورونا تتواصل عملية تعقيم وتطهير مختلف أحياء وبلدية بوفاريك خاصة بعد تصعود الموجة الثانية لكوفيد تسعة عشر المتابعة لليلة محمد محتوت في موجة ثانية من الفيروس مست مختلف شوارع بلديات وضوائر بوفاريك أكثر من ستين شاحنة متنوعة الأحجاب كما ترونها وجندت لها أكثر من ستين إطار يعني مؤثر للعملية يشرفون على تعطير أكثر من 250 عون موزعين على مستوى تسعة مناطق داخل مدينة بوفاريك وأربع مناطق خارج المراكز الثانوية موجة ثانية لكورونا جندت لها مختلف المصالح إن شاء الله الشعب يكون واعي بالأهمية على التعقيم هذا وكل واحد يجنب وديره لميزير باريير نشارك بـ 25 عون من مختلف الرتب وخمس شاحنات إطفاء التي ستجوب الشوارع محملة بالمحلول الخاص بالتعقيم في هذه الشوارع إلى إن شاء الله غاية نهاية الوباء الحطة والحذر هم سبيل الأنجع لمنع تفشي الوباء وفي سياق ضيصلة سخرت ولاية تورغلا كافة الإمكانات من أدوية وجهاز سكانير وكذا توفير مادة الأكسجين قصد التكفل الجيد بالمرضى متابعة لهذا الموضوع من مصلحة كوفيد مع فاطمة الزهراء بن عرفة في جديد تطورات الوضعية الوبائية للبلاد سجلت 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعتنا الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84.152 حالة مؤكدة في حين تمثل للشفاء 54.405 من بينهم 596 حالة تمثلت أمس للشفاء كما سجلت أمس 16 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 2447 وفاة رحمهم الله متابعة لموضوع ورغلا سنعود إليه في أخبارنا اللاحقة أما بخصوص أحوال الطقس فأفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية أنه سيسجل ليلة اليوم قدوم اضطراب جوي نشيط على المناطق الوسطى والشرقية مرفوقا بتساقط الثلوج على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1200 متر إلى مستجدة فيروس كورونا في العالم حيث يقترب أعداد المصابين بالوباء 64 مليون مصاب وتوفي منهم أكثر من مليون شخص وتتصدر الولايات المتحدة حصيلة الإصابات ب13 مليون مصاب فيما تستعد أكبر مخابر العالمية في توزيع اللقاح المضاد للفيروس من جهتها أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا لجمع المساعدات بقيمة 35 مليون دولار لعام 2021 وذلك لتصديل تداعيات جائحة كوفيد-19 في تطورات الوضع في الصحراء الغربية تواصل لليوم التاسع عشر وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجماتها على طور الجدار العسكري بمنطقة القرقرات مستهدفة مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة أنجاب العبد وكذا منطقة طارف لخشيبي بقطاع حوزة ومنطقة الفعين بقطاع الفرسية ومنطقة تنوشاد بقطاع المحبس وفقا للبيان الذي بثته وكالة الأنباء الصحراوية دائما في ملف الصحراء الغربية ضعت مجموعة دعم الصحراء الغربية بجنيف أول أمس الثلاثاء المفوضة السامي للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان إلى إفادي لجنة مراقبة في الأقاليم المحتلة وتقديم تقرير خلال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان داعية مجلس الأمن إلى توسيع مهمة المينورسو من خلال إدراج مراقبة حقوق الإنسان والعمل على تنظيم استفتاء تقرير المصير المنتظر بعد الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية تطبيقا للفقرة الخامسة من اللائحات 74-140 صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة كما طالبت مجموعة الدعم مجلس الأمن بالانتباه للحالة الناجمة عن استئناف الصراع في الصحراء الغربية لسيما فيما يتعلق بالحالة السائدة في منطقة الساحل تم اليوم بمقر ولاية تامنراس تكريم رياضيين قدموا من الجزائر العاصمة على متن دراجات هوائية وهذا لاكتشاف المنطقة السياحية والموروث السياحي لعاصمة الأهيار قريبين نبقى من الرياضة حيث تتوج فريق الناحية العسكرية الأولى للمصارعات المشتركة أمسي بالكأس الممتازة للبطولة الوطنية العسكرية التي جرت بالمركب الجهوي العسكري بالبوليدة كما فاز فريق الناحية العسكرية الأولى بالمرتبة الأولى حسب الفريق في اختصاص المصارع الحرة فيما عادت المرتبة الأولى في اختصاص المصارعات الإغرق رومانية لقيادة الدرك الوطني في كلمة نلقها بمناسبة اختتم هذه التظاهر الرياضية التي دامت يومين نوها العميد صالح شقلال قائد الجوي للناحية العسكرية الأولى بجهود المساهمين في إنجاح هذا الموعد أشكر المتنفسين الأوائل الذين أحرزوا مراتب مشرفة بهذه البطولة وإنجاح هذه التظاهر الرياضية كما أشكر المتنفسين الأوائل الذين أحرزوا مراتب مشرفة بهذه البطولة ومتمني لهم نجاحات رياضية أخرى لتشريف وحداتهم خاصة والرياضة العسكرية بصفة عامة في مختلف المنافسات الوطنية والدولية وآخير أتمنى لكم عودة ميمونة للمشاركين في هذه التظاهر الرياضية إلى وحدتكم وأعلن باسم السيد اللواء قائد القوات الجوية عن الاختتام الرسمي لفعاليات البطولة الوطنية العسكرية للمصارع المشتركة ختم أخبارنا سياحيا فبحثا عن المغامرة واكتشاف منطقة التسيلي ناجير وصل فريق من سائقي السيارات الكلاسيكية القديمة إلى ولاية إليزي في طريقهم إلى مدينة جانات السياحية حيث استمتعوا كثيرا بما تتميز به التسيلي من مناظر سياحية خلابة يقول براهيم بالخير بات أمرا مألوفا أن تشاهده سيارات الدفع الربعي وهي تقل السياح لاكتشاف جمال التسيلي ناجير لكن أن تصادفكه سيارات كلاسيكية فتلك هي المغامرة في تحدي رفعه شباب وهران لقطع أزيد من 2400 كم من وهران وصولا إلى مدينة جانات جينا بالسيارات القادمة من وهران تحدي جديد درناه وإن شاء الله دوتر أفنتير وإن شاء الله نقوله بخير أعجبني التوقيت خاصة التوقيت شهر نوفمبر ديسونب جاءنا تكون شابة قالونا جاءنا تكون شابة مننا جيتنا وزوجة تياري وأطفال عندي بنت فيها عندها تلت شهر جاءتها معي وهذا في إطار توجه سياحة داخلية نحن قارنة جروب الحمد لله رانا لحقنا الإليزي الحمد لله غير بشوية بشوية باش نشجع السياحة تعبلها دنا على الجل هذه الجائحة اللي رانا فيها تكرونا إن شاء الله نشجعوا على أخر السياحة الداخلية ونشجعوا على المواطنين باش يديكوبروا بلادهم ما تحمله هذه السيارة من سحر وجمال أتاح الفرصة للشباب لالتقاط صور مع سيارة كلاسيكية تزين الطريق بألوانها وتصاميمها المختلفة نحترموا مواقع الحجر الصحي نمشي ونحتل سبعة ونص ثمانية أقل ومنما نكون الحمد لله كما يقول لك البلاد ناري أمنة ومشاء الله وينما تقاري تبات بدون خاطر بدون أي ريسك دعم الحمد لله جميل جدا لما لا لأنه سيارات قادمة جدا ولأول مرة نشهدها بولايتنا وهذلك تشجيعا لنوع جديد من السياحة الرياضية صحة طابير والتي تدخل في السياحة المغامراتية ومرحبا بالجميع لأن ويليزي تستقبلهم وكل المناطق السياحية بها مفتوحة مواقع أثرية ومناظر طبيعية تشكل أمامنا لوحة فنية تترجم تاريخا عريقا لمنطقة التاصل ناجر تدعو السائحة لزيارته واكتشافه عن قرب بهذا نختم أخبار الحادية عشان مشاهدين نشكر لكم كرم المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة